تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هدى وتمكنت وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 417 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 56.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم دبط أكثر من 34 طن وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 609 قضايا من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية غير مطابق للمواصفات في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم دبط ستة قضايا بمضبطات بلغت قرابة 32.30 طن أقماح محلية